مشروع السجادة الذكية والتي تقوم بحساب عدد الركعات حتى تكون معينة للإنسان كثير النسيان فنلاحظ هنا أن المصلي الآن في الركعة الأولى وعندما يسجد ثم يقف مرة أخرى لاحظوا العداد هنا يتحول إلى الرقم 2 يتغير إلى الرقم 2 وبعد السجود يتغير إلى رقم 3 وفي الركعة الأخيرة يتغير العداد في المايكروبيت إلى رقم 4 أي الركعة الرابعة